أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لألنها تحدثنا في الليلة السابقة والبحوث السابقة عن الهداية الإلهية فإما يأتينكم مني هدى بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى هدايته للبشر هناك موقفان الموقف الأول فمن اتبع هداي جمع من المؤمنين يتبعون هدى الله تبارك وتعالى فلا يظل ولا يشقى من اتبع هدى الله تبارك وتعالى لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الموقف الثاني لجمع من البشر وما أكثرهم ومن أعرض عن ذكري هذا الشخص المعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذان موقفان من البشر أمام الهداية الإلهية ولكن القرآن الكريم الدين الإلهي لا يكتفي بالوعظ والإرشاد وذكر بعض القضايا التاريخية السابقة أنتوا تارة تعاضون شخصا تذكروا لفرد قضية تاريخية سابقة هذا الشخص لا يعيش تلك القضية التاريخية ما يدركها ما يستوعبها ما يفهمها يمكن يعرف مجموعة من الأمور حدثت في السابق تذكروا له تسردوا له ولكن ما يعيش بوجدانه القرآن الكريم يبين بعض النماذج الحية حتى يلمسها الإنسان بوضوح نموذج حي خارجي هذا النموذج الخارجي إذا أنت تشوفه إذا الإنسان يشوفه يأثر بأكثر من قضية تنقل تنقل في غابر الزمن حدث شيء ما فاتعظ جيد هذا أما بهالمقدار ما يكفي يحتاج إلى عرض نموذج حي خارجي مؤثر في وجدان الإنسان مو بس نظريات مو بس مواعظ مو بس حكاية قضية تاريخية حدثت ووقعت قبل آلاف السنوات هذه الآية تريد أن تبين أن الكفار الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لا يعتبرون بما جرى على الأمم السابقة وهم يرونها بأم أعينهم يشوفون تلك الآثار يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون هالمقدار بيان بيان حقائق تاريخية المقطع الآخر يقول انت دا تشوف تلك الآثار الباقية من تلك الأمم السابقة يمشون في مساكنهم العرب كفار قريش المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله اللي كانوا في الجزيرة العربية ذول كانت لهم سفرات سفرات للتجارة أو للفرارة من حر الحجاز والجزيرة العربية الحر الشديد في الصيف أو البرد الشديد في الشتاء صحراء فصيفها حار جدا شتاها بارد جدا فذول كانوا يسافرون بالسنة مرتين أو أكثر إلى مناطق باردة في الصيف ومناطق حارة في الشتاء يعني الجوها يكون ملائم للترفيح وللتجارة الله تبارك وتعالى يقوله في القرآن الكريم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف في الصيف حيث الحر الشديد وين كانوا يروحون يروحون للشام هناك بالشامات لا أدري إلي رايحين سوريا شايفين الجو هناك في الصيف في كثير من مناطقها جو لطيف جدا في البرد الشديد وين كانوا يروحون يتجهون نحو اليمن هناك الجو يكون ملائم أكثر من جوهم في شبه الجزيرة العربية بالطريق في الذهاب إلى الشام كانوا يرون آثار وهكذا في الطريق إلى اليمن كانوا يرون الآثار الباقية من عاد وثمود هذا النموذج حي دا تشوفها بعينك هالأمم وين صار شنو من حضارات كانت عده حضارات عملاقة كانت ثمود كانوا يبنون القصور من الصخور قوم ثمود نبيهم صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ذول كانوا في الأحقاف اليمن ومع ناطق مختلفة عاد قوم النبي هود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح الله بعث لهم ذول كانوا عمالقة كانوا عندهم حضارات متفوقة جدة الله تبارك وتعالى يعبر عنهم بالقرآن الكريم بتعبيرات تبين جانب من حضارتهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الجبل ينحت البيت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في آية أخرى الجبال كانت بيوتهم كانوا يجيبون الصاخر وجابوا الصخرة بالواد الصخور الكبيرة كانوا يجيبوها بالوادي أشهر بالوادي أسفل لأو سفح الجبل ويبنون مدن مو مدينة واحدة الآن من الصخر صعب جدا الآن واحد يبني بيوت فكيف بمدينة في بعض التواريخ وفي بعض التفاسير إنه ثمود بنوا ألف سبعمائة مدينة من الصخور من الجبال شنو هذه الحضارة شنو هذا التقدم بعضها قضايا خيالية أصلا إذا واحد بس يذكرها ويمشي وما يشوف الآثار الباقية ما يتوجه شنو ذلك من حضارة كان عندهم واحد ينظر إلى الآثار الموجودة الآن أهرامات مصر هذا من عجائب السبعة التاريخية هاي الأهرامات شلون البنت ما أدري كاش فينا إلى الآن سر بناء الأهرامات أم لا ما أدري بس هاي حضارات كانت سابقة ولا زالت آثارها باقية واحد يروح يشوفها الآثار في العراق الآثار اللي موجودة واي آثار قديمة آثار في بابل ما أكثرها وما أعظمها من آثار طاق كسرة أيوان كسرة في المدائن في بغداد واحد يروح يشوف هذا قاس من قصور أنوشي روان كسرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء في هذا المكان وأكو حديث راجعوا الرواية هذه آثار كلها موجودة في العراق أكو حسب بعض الإحصائيات أكثر أو حوالي 12 ألف موقع أثري شنو قيمة هذه الآثار عالم اليوم هو يهتم بالآثار بس شنو منظار اهتمامه بالآثار غالبا أو عادتا للترفيه انبهار بالحضارة السابقة افتخار بالأمم القديمة افتخار وانبهار لا أكثر ولا أقل هذا ما لقيمة أغلب الناس اللي يروحون لزيارة الآثار ومشاهدة التاريخ الموجود في هذه الآثار ينطلقون من منطلق الترفيه وينس نروح للونس نشوف ذول شلون عظم عندهم شلون جبروت عندهم شلون تقدم كان شلون أثر عنده شلون حضارة كانت تحكم العراق أو سوريا أو 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 هذه المدن هذا ما لقيمة ثم ماذا واحد يصرف المليارات الأمم التي تصرف المليارات للحفاظ على هذه الآثار بس لأجل الترفيه لا هذا ما لقيمة الواقع الواقع القيمة للاعتبار ثم الانتهاء تلك الحضارات جاءت وذهبت بين لحظة وأخرى انتهت تلك العمال قد جاءوا وحكموا مئات السنوات وفعلوا ما فعلوا ولكن بين لحظة وأخرى خلال أسبوع انتهى أمره اعتبر بذلك قراءة التاريخ ذكر القصص التاريخية والحوادث الواقعة في التاريخ إنما هي لأجل الاعتبار أمير المؤمنين عليه هذا صلاة وسلام يقول لأن يكونوا عبرا خير من أن يكونوا مفتخرا احنا نجي نفتخر آباء نأجد ذلك مجموعة كفار ما لهم قيمة أصلا ظلموا فعلوا ما فعلوا بظلم فرعون شداد هامان نمرود إلى يومنا هذا صدام وأنفال صدام اللي يفعلوا ما لقيمة واحد يعتني به يحفظ يخلي له الراس يرمم يصرف على أموال لأجل الاعتبار لازم يكون اللي يشاهد هالقضايا هالآثار التاريخية وما يعتبر إما ما يفهم عقل ما عنده عقل قاصر وإما يفهم ولكن قلب قاصر لا يدرك لا يستوعب إما لا يستوعب لا يدرك فلا يتعظ وإما قلب قاصر يشوف الموعظة ها ولكن لا تنفذ الموعظة في قلب يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أغفل الناس من لم يتعظ بتغيير الدنيا من حال إلى حال هؤلاء سلاطين اليوم الحكام تحت أي مأسمة سواء كان اسمه رئيس الجمهورية أو اسمه وليه الأمر أو اسمه القائد ما أدري مالك الأشتر أو مختار العاص أي واحد تحت أي اسم كان خلي يعتبر بتلك الأمام السابق ونحن أيضا لا بد أن نعتبر تحت أي اسم كان علم مرجع خطيب واعظ أبو في البيت لا يصور أنه هو الجبا ويكون كلمته أنه أنا أفعل كذا أدمر أحطم أسحق تحت قدمي الله الله بين لحظة وآخر يدمر كل من يقف بوجه الحق بوجه الله تبارك وتعالى ينسف من الوجود نسفه ما يبقى من عنده إلا طاق كسره هذا هو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد شنو الله سوى لهم خلال سبعة أيام فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صيحة رجفة ثمود اللي كانوا وجابوا الصخرة بالواد وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين آمنين فأما ثمودوا فأهلكوا بالطاغية طاغية يعني صيحة أو صرخة أو رجفة حسب اختلاف التفاصيل اللي موجودة وأما عاد عاد قوم عاد قبيلتين قبيلة كانوا قبل الميلاد بسبعمائة سنة وقبيلة قبل التاريخ أصلا كم ألف سنة قبل اللي الله بالقرآن يعبر عنهم وأما عادن الأولى عادا الأولى أكو عاد الأولى أكو عاد الثانية وأما عادن ذلك كانوا طوال وعدهم قصور ضخمة جدا وكانوا أشداء مقاتلين ذلك اللي يفتخرون بجنودهم وتطوراتهم الحربية وأسلحتهم المتقدمة والأفراد والأفراد اللي عندهم المقاتلين اللي عندهم ذال بين لحظة وأخرى الله تبارك وتعالى يقضي عليها وأما عادن فأهلكوا بشنو بريح صرصر عاتية ريح أو سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما شنو النتيجة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نخلا لأنه طويل ربما هذا التشبيه من هذا الباب بس خاوي واقع ما عنده اقتلعهم من جذورهم ألقاهم على الأرض وانتهى أنتوا اللي تروحون إلى الشام نحن كنا فترة في الشام في سوريا رحنا إلى بصرة لزيارة هذه لمشاهدة هذه الآثار الآثار الصخور والبنايات والأشياء العجيبة والغريبة واحد يروح يشوف لا للترفيه وإنما للاعتبار شنو من حضارات كانت اندثرت انتهت لم يبق منها شيء الله تبارك وتعالى عاد وثمود برجفة بصيحة بريح قضى عليها ما يقدر يقضي علينا يرمش لنا في الترميش بعض الأحيان يقدر يقضي ها الآية اللاحقة راح نجي نبين ليش الله تبارك وتعالى ما يعذب هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليش ما يعذبهم كالأمم السابقة الأمم السابقة الله عذبهم وأنههم خلص بعد ما بقى منهم أحد أما الآن ماكو قرار إلهي على العذاب اللي يقضي عليهم كاملا هذا ماكو قرار راح نجي نبينه في الآية القادمة ولكن بعض الأحيان فرد ترميشه فرد تكبروا ما أدري كم مليون مرة ما أدري فقد مرة نقلت هنا مكان آخر الكورونا وهذا الفيروس في العالم كل كل إذا تجمعوه يصير بمقدار غاشوقة ملعقة شاي في بعض الإحصاءات قرأت في بعض الإحصاءات بمقدار نعل بكي مال شاي كل الويروس الموجود في كل العالم اللي قضى على كثيرين والذي أوقف حركة العالم هذا كل نعل بكي واحد قل كل كيلو قل كل عشر كيلوات الله بعشر كيلوات وقف حركة العالم كم شهر طول في بعض الأماكن سنة في بعض الأماكن أقل أكثر إشقال خسارات إشقال دماء شلون الرعب في العالم إشقال ماتوا من الخوف ماتوا أصلا هذه الآثار للمشاهدة للاعتبار مول الغفلة فيا أيها الكفار أيها المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله أتتكم الرسالات الإلهية أتاكم الواعظ والإرشاد ذكرناكم بالأمم السابقة أنتوا تشوفوه نعتبروا بها أفلم يهد لهم هذا الحمزة استفهام استنكاري ليش ما يهتدوا ما شوفوا أننا أهلكنا الأمم السابقة ما يخافون من عذاب الله تبارك وتعالى أفلم يهد لهم هذا استفهام إنكاري توبيقي يعني ألم يرشد هؤلاء الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وإصحب إلى يومنا هذا إحنا اللي نروح نشوف الآثار أفلم يهد لهم ألم يرشدهم ألم يبين الله تبارك وتعالى للكفار ولكم أيها البشر ألم يرشدكم ألم يبين لكم طريق الاعتبار والإيمان كيف بينه كم أهلكنا قبلهم من القرون الأمم الكبيرة التي أهلكناها من القرون القارن يعني الجماعة القوم وقد يطلق على الزمان مثلاً مئة سنة يطلق عليه القارن الأمة الجماعة اللي تعيش في زمن واحد يطلق عليها القارن كم أهلكنا قبلهم من القرون هذا الإهلاك لهذه الأمم وهذه القرون ألم تكن سبباً لهدايتهم لهدايتنا أجمعين إلى الحق متخافون من عقاب الله تبارك وتعالى تتمادون في الغاي في الطغيان في الاستعمار في القات في الغارة في الاستعباد استعباد البشرية يمشون في مساكنهم منو يمشون في مساكنهم احتمالان الاحتمال الأول يعني هم كانوا يمشون في مساكنهم آمنين مطمئنين عاد بنوا ما بنوا كانوا يمشون في مساكنهم مثل ما أحدنا نمشى الآن في مساكننا آمنين مطمئنين ثمود آمنين مطمئنين قوم لوط آمنين مطمئنين قوم فرعون آمنين مطمئنين كانوا يعيشون في قصورهم يمشون في مساكنهم يعني حال كونهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون هؤلاء القرون يمشون في مساكنهم يعني حال كونهم يمشون في مساكنهم آمنين مطمئنين بلا خوف ولا وجل وإذا بالعذاب لله ينزل عليه قوم فرعون الأقباط يغرقون هؤلاء الآخرين ريحاً صرصراً عاتية الطاغية وما أشبه ذلك من القضايا المنقلة في التاريخ في الروايات في الآيات الكريمة من أنواع العذاب الإلهي الذي شمل كلهم هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني مثل ما بيناه في بداية البحث يمشون في مساكنهم يعني كفار قريش يمشون في مساكن ثمود وعاد يعني راحوا شافوا والآثار أنتوا تمشون في مساكن في مساكن أولئك فاتعظوا بهن أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم يرون آثارهم يرون علاماتهم وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله أنتم متخافون أن يصيبكم مثل ما أصاب أولئك إن في ذلك لآيات لأولنها في هذا في هذه الآثار آيات عبر دلائل عظات مواعظ لمن لأولنها مول الجميع النها جمع نهية النهية يعني الشيء الذي ينهى الإنسان عن الرذائل عن السيئات وهو العقل العقل ينهى الإنسان عن الرذائل وعن السيئات الله تبارك وتعالى أعطى للناس عقلا هذا العقل ينهى ولكن أكو غشاوة تأتي على العقل تستر العقل بفعل السيئات بارتكاب الرذائل بالشهوات بعد هذا عقله ما ينهى عن ارتكاب السيئات يعني السيئة يرتكبها ثم سيئة ثانية ثم سيئة ثالثة رذيلة رابعة قبيح خامس وإذا الغشاوة تغطي على العقل لأولنها إن في ذلك لآيات هذه عظة دلائل براهين تدلك على الله تبارك وتعالى إن كنت من أولنها ما يقول أولي العقل أو أولي العقول في القرآن الكريم عدنا لأولنها عدنا لأولي الألباب لأولي العقول ما عدنا ليش؟ لأن العقل قد يغطى بشيء فلا ينهى الذي ينتهي الذي يعتبر بهذه الآيات إنما هو صاحب العقل الذي ينهى عن ارتكاب السيئات والرذائل طبعاً كفرد بحث مفصل أصولي فلسفي اللي هل العقل يحكم أو يرى فقط العقل بعض الأصوليين والفلاسفة يقولون العقل دور دور المرآة فقط بس يراوي لك القبيح والحسن بس ما يقول لك سوي لا تسوي المرآة تراوي لك وجه الإنسان وصخ ملابسة ممرتبة بس المرآة ما تقول لك سوي لما تسوي فالشي آخر يقول لك سوي أو لما تسوي جماعة من الأصوليين والفلاسفة يقولون لا العقل بالإضافة إلى أنه يرى يريك الواقع يحكم يقول نفذ هذا حسن افعله هذا سيء ابتعد عنه بغض النظر عن هذا البحث هذه الآية والآيات المشابهة ربما تؤيد النظرية الثانية بأن العقل يحكم لذا يقول لأول النهام وليأول العقول البشر كلهم عندهم عقل اللي ما عنده عقل مو مكلف أصلا الذي عقله ينهى هو الذي يعتبر أما الغارق في الشهوات الذي أسدل ستارا على عقله هذا شنوه؟ لا يعتبر لذا وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولا تتعظون ولا تعتبرون مجرد رؤية مجرد رؤية ما لقيمة الرؤية التي بعدها الاعتبار لها القيمة إن في ذلك لآيات لأولنها من هم أولنها؟ مصادق عديدة قمة أولنها أصحاب العقول اللي هي في القمة في تعويل هذه الآية الكريمة أو بيان أجلى مصاديقها يقول الإمام الكاظم عليه عفضل الصلاة والسلام وهم الأئمة من آل محمد وما كان في القرآن مثلها كل اللي موجود الموارد الأقرى لأولنها مثل هذا المورد لهم آل محمد وعن الصادق عليه السلام نحن أولنها نحن أولنها نحن طبعا هذا في أجل المرات والله سلمان أيضا من أولنها المحمد صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وأيضا المؤمنين في اليوم من أولنها إن شاء الله والمعتبر أيضا من أولنها أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها وصلى الله على محمد وآله الطاهر أهلا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة